اولادي وبناتي طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن خواص المغناطيس وعرفنا ان المغناطيس بتاعنا لي خواص منها انه لي قوة اسمها قوة مغناطيسية اللي ممكن تكون قوة تجاذب او قوة تنافر وعرفنا اني لو علقناه وخلناه حر الحركة هياخد دايما اتجاه سابت اللي بيشاور دايما على الشمال والجنوب الجغرافي للارض وشوفنا ازاي قدرنا نستخدم الخاصية دي في صناعة البصلة النهاردة هنتكلم عن خاصية مهمة جدا وهي المجال المغناطيسي المغناطيس يا ولاد عامل زي الشحنات الكهربية بيبقى دايما في منطقة حوالي المنطقة دي هي هي اللي بتظهر فيها قوة المغناطيس زي مكانة الشحنة حواليها منطقة اسمها مجال كهربي بتظهر فيها قوة الشحنة الكهربية طيب لو بعدت عن المجال بتاع المغناطيس يعني لو جبت مصمار ومن الحديد اهي مادة مغناطيسية بس حطتها برا المجال يعني برا المنطقة اللي حوالين المغناطيس اللي يقدر يطولها مش هيقدر يعمل معاها اي جذب بالرغم انها مادة مغناطيسية ليه؟ لانه هو ليه مجال ليه منطقة حواليه محيطة بالمغناطيس ده هي اللي بتظهر فيها تأثير قوة المغناطيسية وما يقدرش يأثر برا المنطقة دي المنطقة دي اسمها المجال المغناطيسي طيب هناك في المجال الكهربي كنا بنقول اني نقدر نعبر عن المجال الكهربي وارسمه بخطوط اسمها خطوط المجال الكهربي او خطوط القوة الكهربية طيب هنا نفس الكلام اقدر اني اعبر او امثل قوة المجال المغناطيسي بخطوط وهمية انا اللي هارسمها اسمها خطوط المجال المغناطيسي زي من انتم شايفين الخطوط اللي قدامنا دي هي الخطوط اللي بتعبر عن المنطقة اللي المغناطيس ده بيقدر يظهر يظهر فيها القوة بتاعته طيب اي هي خواص خطوط المجال المغنطيسي؟ هتلاقوها فيها شبه كبير جدا من خواص خطوط المجال الكهربي. زي ايه؟ زي انها خطوط وهمية لا تتقاطع مع بعضها البعض. عمري ما هلقي خطوط دي دخلت في بعضها. ايه ده؟ دي زي خواص خطوط المجال الكهربي بالزبط كده. بس هنا بقى هقول لكم نقطة هي مختلفة عن خطوط المجال الكهربي. خطوط المجال الكهربي كنت بقول انها دايما بتنتهي عند الاسطح بتاعة الايه? الاجسام المعدنية. يعني ما بتخترقهاش. هنا بقى هنقول لا. خطوط المجال المغناطيسي يا ولاد. هلاقيها. دايما ممكن انها تمتد المسافة طويلة عن بعد. يعني تأثر عن بعد. وتختارك الاسطح الرقيقة. اسطح الرقيقة يعني. يعني لو حطيت مسلا ايديه كده وجبت مغناطيس قوي. وحطيت تحتية الدبابيس بتاعت المكتب. هلاقي ان المغناطيس قوته قدرت تختارك السطح الرقيق بتاع ايديه وتوصل له الدبابيز بتاعت المكتب. او لو جبت ورقة حطيت تحتيها دبابيس وفقها مغناطيس. هلاقي المغناطيس قدر انه هو يجزب البرادة الحديد او الدبابيس بتاعت المكتب له. ايه ده ازاي? عشان خطر الخطوط بتاعته او القوة بتاعته تقدر تأثر عن بعض وتختارك الاسطح الرقيقة. طيب. هناك في الخطوط بتاعت المجال الكهرابي والتي دايما بتبدأ من الشحنة المجابة بتروح للشحنة السالبة طب الخطوط بتاعت المجال المغناطيسي دايما هتلاقوها بتبدأ بالقطب الشمالي للمغناطيس وبتروح تتجه وتنتهي عند القطب الجنوبي يعني دايما اتجاه السهم خارج من القطب الشمالي داخل للقطب الجنوبي طب ولو بيتنقل يبقى خارج من القطب الشمالي اتجاه السهم رايح على القطب الجنوبي بالمنظر ده تمام يا أولاد؟ طيب هلاقيها بقى فيها كمان خاصية تتزاحم عند القطبين وتتباعد بالابتعاد عنهما يعني بصوا كده هتلاقوا دايما الخطوط زحمة أو يلزق بعضها عند القطبين كل ما تبعد عن القطبين الخطوط بتبدأ تفصل عن بعضها وتبعد بصوا كده هنا لما بيحصل تنافر ما بين القطبين دول بصوا شايفين الخطوط هتلاقواها زحمة جدا عند القطب وبعدين بتبدأ ان هي تبعد وتنفصل كده حتى برضو هنا ما بين قصد القطبين المختلفين هنا ادي اتجاه الخطوط اللي في النص راحة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بس زحمة دايما عند القطبين وتبعد كل وتنفصل وتديني خطوط كده واضحة لما ببعد عن القطبين بتوعها طيب ده ليه؟ ده السبب الخاصية اللي قلناها قبل كده ان القوة المغناطيسية للمغناطيس بتكون اكبر ما يمكن عند القطبين وبتقل كل ما ببعد واروح ناحية المنتصف ده السبب ان دايما هلاي الخطوط بتاعت المجال المغناطيسي لانها بتعبر عن قوته طبعا يبقى هتتزاحم عند القطبين وهتتبعد بالابتعاد عنهما بكده يكون الدرس التاني القوة المغناطيسية انتهى والحمد لله تابعوني الفيديو اللي جاي عشان ناخد الدرس التالت ونتكلم عن نوع جديد من القوة بالتوفيق يا ولاد